طب تعال أكلمك على حاجة جميلة جدا اسمها مبادرة أشبال مصر الرقمية طبعا هتسألني ايه يعني ايه أشبال مصر الرقمية أقولك لا دي مش كشافة خالص الموضوع كله متعلق بمنحة خد بالك بقى من اللي جاي ده مجانية زير وفلوس مقدمة من مين؟ من وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هنعمل فيها ايه؟ هنتعلم المهارات التكنولوجية المتقدمة كلمت يا ريت كان على أيامي والله كان زمني بقيت حاجة تانية دلوقتي خلوني أرحب بضفن العزيز المهندس وليد الإنجباوي مدير المدير التنفيذي لهذه المبادرة مبادرة أشبال مصر الرقمية منوارنا فن أهلا بحضرتك فن إزاي الصح الحمد لله على رأي عبد الحليم حافظ ونبتدي من الحكاية حكاية يعني عمرها سنة طبعا وزارة الاتصالات أطلقت المبادرة الرئاسية مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 22 وطبعا كان بداية الدفعة الأولى طبعا المبادرة بتستهدف فئة عمرية من طلاب الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي من جميع أنواع المدارس ومن جميع المحافظات والحمد لله رب العالمين يعني العام الماضي إحنا كان عندنا طلبة ممثلين من السبع وعشرين محافظة حتى لو كان عندنا محافظة مثلا فيها وان كلاس في 15 بس كانوا ممثلين جميعهم في جميع هذه المحافظات فما كانش عندي محافظات محظوظة محافظات أقل حظة مزبوط كل موجود مزبوط حلو جدا الدفع الأولى كانت قد إيه؟ الدفع الأولى الاستهداف الأول كان 3000 طالب ولكن نظرا للضغط الشديد ورغبة أولياء الأمور في تنمية مهارات أولاد ومزام حباك تفضلت رفعنا العدد وصلنا لـ 8000 يعني دراجتنا مزبوط وكمان يعني مدة البرنامج كانت 7 شهور 6 شهور وقت الدراسة ترمي أول 3 شهور ترمي 3 شهور وفترة الصيف كمان عندنا شهر كامل الطلبة موجودين معا يعني 7 شهور فجينا في النص الترمي التاني كان عندنا مجموعة ناس أو طلبة كانوا جايبين في اختبارات القبول كده يعني درجات مش قد كده ولكن قلنا برضو بتوصية طبعا من معاه الوزير دكتور عمر طلعا قال لازم ناخده دول ولادنا حلو نتدرش نقصيهم خدناهم في برنامج مدته ترمي واحد فانضم لنا 3000 تانين بقى عندنا تقريبا حوالي 11000 ما شاء الله طيب هنا يجي بقى سؤال عشان عشان دكارت قلت اختبارات القبول تمام ايه هي اختبارات القبول دي بقى يعني ايه اللي المفروض يحصل عشان الطالب يقبل طبعا بما انها مبادرة زي ما حدك تفضلت واكدت عليها منحة مجانية من الدولة زيرو نوز لان طبعا في ناس حدك عارف بتحاول يعني تعمل حاجات كده طبعا ويدحك على الطالب وليه الامر وتعالى تدي كورس عشان تتآهل المبادرة وحاجات كده فاحنا بنؤكد من منبر حضرتك هنا ان المبادرة لا تستلزم اي سداد اي مصاريف واتسو ايفر من البداية التقديم حتى نهاية التدريب ماشي تمام حلو طيب احنا عندنا شروط للمبادرة دي طبعا زي ما قلنا في الاول اولى سانة اولى اعدادي لتانية سانة عندنا كمان احنا بنرعى المتفوقين لانه لازم طبعا يكون جايب في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية فوق تسعين في المية عشان اقدر ابني على هذه المواد في تنمية المهارات التكنولوجية طيب عندنا كمان لازم يكون مقيد في المدرسة يعني عنده مدرسة ومقيد فيها بيروح المدرسة احنا عايزين انه ينتظم في الدراسة صح صح كده وكمان عنده بقى الشغف للتعلم التكنولوجي ودي بنقسها بقى باختبارات القبول لازم يبقى احنا عندنا خمس مستويات في المبادرة المستوى الاول هو مستوى تأسيسي ما يعرفش حاجة عن الكمبيوتر خالص مستوى الثاني هو مستوى تمهيدي لخمس مصارات تكنولوجية مختلفة فبياخدهم كلهم في السنة دي لانه تمهيدي لانه تمهيدي من السنة بقى التالتة لحد الخمسة بياخد المصار بقى التخصصي لهم احد الخمس مصارات طبعا المصارات زي ما حدقت فضلت قولت متقدمة جدا بنتكلم على الروبوتات والانظمة المدمجة اللي هي موجودة يمكن في حاجات حديثة جدا موجودة في البيت موجودة في العربية موجودة في كل حده بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بنتكلم على الفنون الرقمية تطوير صفحات الويب والشبكات والامن السبراني الطالب بيخش من الاول مستوى الثالث لحد الخامس بيتخصص بقى يبقى الثالث والرابع والخامس بياخد المصار ده طب مين بيقعد خمس سنين اللي بيبدأ أقول أعدادي لو طب لو أنا تانية أعدادي ها أربع سنين طب لو تالت أعدادي وهكذا طبعا بتاع تانية سنة وبيقدر يعود معنا سنة واحدة ونقدرش نؤثر على السنوية العامة أكيد فبالتالي عندنا خمس مستويات وخمس مصارات في اختبارات القبول بنقيس هذا الأمر هل أنت عندك من المهارات اللي تقدر تنفذ المستوى ده وتحضره بنجاح فأقدر أبني عليه المستوى الآخر فدي اختبارات القبول بتبقى مهمة جدا وآيكيو يعني ذكاء وعملات حسابية بسيطة جدا والأساسيات بقى لأن في طالب ممكن يقول لحدك أنا يعني أهلي مثلا دفعوا عليها شوية فلوس كده وعلموني شوية حاجات تقنية طب أنا عادي أخش في مستوى الثالث على طول تمام تعال بقى وريني شطرتك وفعلا السنة الأولى يا فندم كان عندنا يمكن حوالي أكتر من تمانين طالب دخلوا المستوى الثالث في الثلاث تخصصات اختاروا الثلاث تخصصات هو اللي بيختار التخصص مش أنا اللي بختاره هو بقولي أنا عايز الشبكات والأمن السبراني أنا عايز تطوير صفحات الويب أنا عايز العلوم والبيانات ودول فعلا الثلاث تخصصات اللي بدأوا معنا سنة العام الماضي واخدنا طبعا ليفل وان وليفل تو أو المستوى الأول والمستوى الثاني ده ولد بيبقى محدد يعني عارف هدفه طبعا اللي بيخش من هو فوق الإعداد ده ده بيقعد خمس سنين ده كأنه هياخد باكالاليوس هندسة آه ده بيقعد شوية تمهيدي زي إعداد هندسة كده وقعدين يقعد يكمل وبعد كده يخش التخصص بتاعه وما إلى ذلك طب ده يعني لا هو مش ده يعني هو الأول ده محسسني إن أنا فعلا والله ماشي كده في التجاه وكأني في اليابان آه هي رحلة تعليمية فانت رحلة تعليمية مش برنامج تدريبي عادي لأن إحنا عندنا مكونات للرحلة التعليمية دي عندنا أول حاجة آآ جلسات افتراضية عشان ما تعطلوش عن الدراسة أنا نسي كدت أسأل دولك في السنة في العام شغالين عنده دراسة آآ لكن في جزء في الصيف اللي هو شهر واحد تمام لكن الباية أثناء الدراسة بنعمل بنزبطها جمعة وثبت ساعتين محاضرة أونلاين حلوة مع زميله من جميع المحافظات ومعرفهمش آآ 25 لـ 30 طالب تخيل حداك يوم الجمعة أو السبت ده بيب عندنا أكتر من 275 سيشن بتتنفذ بـ 275 مدرب طيب مرة في الشهر بقى أشوفه يجي مركز تدريب جنب بيته جنب منطقته في محافظته ما يسافرش آآ علشان يعني ما نتكلفش برضه مصاريف السفر والانتقار ده مقصود ده من اسكندرية في نفس المحافظة زي ما ذكرت الحضر ده كان عندنا 27 محافظة طبعا على حسب كثافة كل محافظة القاهرة ممكن تأخذ النصيب الأكبر في عدد المراكز لأنه عدد المحافظات يليها الجيزة يليها المنصورة يليها الأسكندرية وليها أسيوت في الصعيد مثلا على سبيل المثال فطبعا دي العنصر التاني المحاضرة التطبيقية مع مدرب مع طلبة بيعمل عملي بيطبق اللي تعلمه طيب هو عنده إيه كمان بيذكر منه تفاعلية طول الأسبوع أنا عايز ساعتين بس نعتبره درس يعني خاص هو بيدرس سيلف ليرنينج أو نعتبره ده زي المواد اللي بيدرسها إكسترا عن الدراسة زي تنمية الرياضية مهمة جدا زي تنمية الثقافية تنمية الفنية طبعا هنا كمان تنمية تكنولوجية والطالب المقبل على ده هو ده جزء من تكوينه الفكر يعني دي هويته صحيح هو داخل وهو مبسوط مبسوط جدا وسعيد بوجوده طب أنا بدرس في المدرسة وكمان هنا وبعمل رياضة وبشارك في البطولات وكمان بشارك في التكنولوجيا طب الموادرة كمان بتعمل ايه بدأ بتوفر له كمان الاشتراك في المسابقات الدولية والمحلية التكنولوجية مع أكبر يعني وأعرق أشركات العالمية بدون ذكر أسماء يعني فبخلق عنده روح تنافس تمام ويقيم نفسه مع الطالب الدولي هو أنا فين فيطلع يا فندم في المنصة الدولية إنه هو الرانك بتاعه الترتيب بتاعه فين فيعرف إيه ده ويطلع عالم مصر ويطلع صورته ويطلع اسمه فيبقى باين هو فين على المستوى الدولي كمان عندنا بقى مشروع تخرج تطبيقي أنا عايز الكمية اللي هو تعلمها في المنصة وفي المحاضرة الافتراضية والتطبيقية تعال بقى اعمل انت بروجيكت بنفسك ونقيمه برضو عن طريق خبراء موجودين على المنصات الإلكترونية ونقول إن انت بتعمل صفحة ويب معينة على علوم البيانات وقيمها فده أخد طب فيه كمان اختبارات دورية لازم على مدار لأنه أنا ما قدرش أععده زي ما حدك ذكرت كده ست شهور مدة طويلة فلازم أعمله كل ترمي اختبار طب لو أخفق ممكن أساعده وعمله زي حاجة زي ري تيك كده الإجزام لكن طب لو ما بيحضارش لا ما قدرش أخليه كم ففيه مرحلتين استبعاد مرحلة في الترمي الأول ومرحلة في الترمي الدين لو أخفق في معايير التقدم بتاعته والبروجرس بتاعته في التدريب ما قدرش أقول باعتذر له أنا آسف هستبعدك وأقدر بعد كده أقدر بقى أخذ طالب تاني وأقدر أسدد عنه تكلفة هذا التدريب كل ما بيحضارش ده مش مهتم فقا مزبوط التعليم مش بالعافية مزبوط أنا مش عارف أقولك يا باش مانسو الله حقيقي يعني الحاجات اللي زي كده دي ركبتها من زمان ده كنا تنقلنا نقلة مهولة تقنيا وصناعيا واقتصاديا وما إلى ذلك أنا عايز أشكرك جدا 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 على وجودك معنا أنا عايز أأكد بس على حاجة إن احنا طبعا فتحين داب التسجيل دلوقتي للدفعة التانية إن شاء الله بدأنا في واحد سبتمبر إحنا عنخلص عشرين يعني فضل إينا يومين فلازم نلحق نسجل علشان ناخد أكبر عدد ممكن نقدر ندربه في الدفعة التانية لنقبلك مجرة العدد مهول مهول الحمد لله ولذلك إحنا كنا نقفل في عشر سبتمبر معاي الوزير لازم نفتح لحد عشرين علشان ناخد أكبر عدد وما نقصيش برضو حد وعندنا توجيهات إنه طالما ينطبق عليك الشروط أهلا بيك تقدر تلتحك بمبادرة أشبال مصر الرقمية وكمان بنحضر وحنطلق مع الوزير أطلق من حوالي أسبوعين مبادرة أخرى براعم مصر الرقمية من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي دي المفاجأة اللي بقولها وعلنها مع حضرتك هي الوزارة أعلنتها ولكن تفاصلها إن شاء الله على الموقع الرسمي اللي هيتم من البراعم من رابع ابتدائي لست ابتدائي لرحلة صلاعة عالم براعم فأشبال عندنا بنات مصر الرقمية ده الخريجين الجامعات المصرية بتدي ماجستير مهني ودورات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبأكد من منبر حضرتك إن إحنا فيه ناس بتقول هو أنتوا عايزين تطلعوا كل الناس تخش كليات هندسة لا يا فاند مجال تكنولوجيا المعلومات موجود في كل حتة موجود في الطب في الفن موجود في الإعلام موجود في كل حتة فإحنا الطالب بينمي المهارات دي علشان هو يساعده وإن هو يختار المجال بتاعه ده لما يخلص سنوال عامة ويلطحك بالجامعة فتبقى علقة في ذهنه هنا إن أنا عايز أمشي في المصار ده هقدر أعمل ده هقدر أعمل فريلانسينج شغل حر وأقدر يعني أنافس الشركات العالمية في هذا الأمر ده أنا كده هبقى في عندنا M.I.T. بتاعتنا أيوة والله العظيم بالطريقة دي أنا بجد من قلبي فرحان من قلبي مبهور بصراحة يعني ما بين البراعم والأشبال والبناء طب أنا فاضل لإيه تاني أنا مشكورك جدا مهندس وليد شكر على حضرتك نورتني وشرفتني وأسعدتني وأبهرتني ودتلي إحساس تفاؤلي بمستقبل رائع جدا ولكن بشكل وقعي جدا كل الشكر ليك فاندم كل الشكر مهندس وليد الإنجباوي المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية ترجمة نانسي قنقر